بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولده ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلئة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا أنشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفء الاسترار وأعالموا عليه قول آخرين فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اتتبعا فهي تلا عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان أفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليك أنزل أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك لمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتي على النار ويجعل لك قسورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيصا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا من مقرنين دعونا لك سبورا لا تدعوا اليوم سبورا واحدا ودعوا سبورا كثيرا ولذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا وقد كذبوا بما تقولون فما يستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة نتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يردون لقاءنا لولا أُنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا وقد استكبروا في أنفسهم وعتوا هتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدرنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يرد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخطت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لما اتخذ خلانا خليلا لقد ضلني عن ذكر بعد إذاني وكان الشيطان للإنسان خزولا وقال الرسول يا رب إن قوم يتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنسبت به فوادك ورتلناه ترتيلا ولا ياتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على ودورهم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وادعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا ذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسول أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا ليما وعادا وثمودا وأصحاب الرسل وفرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له لمسال وكلا تبرنا تثيرا وانقدتهم على القرية التي أنطرت مطر السوء فلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا غزءا هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من ضل سبيلا أرهيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هموا إلا كلنعام بل هموا أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبرناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا ونوم سباة وجعل النار نشورا وهو الذي أرسل العياح نشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طمورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفنا بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شينا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا قطع الكافرين وجاهدهم به بهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عزب فرات وهذا ملح نجاد وجعل بينهما برزخا وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصجرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على أرضه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من نجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تامرنا وزادهم لفورا تبارك الذي جعل في السماء برودا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن راد أن يذكر أوراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجددا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلان آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويحلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وغميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا بلمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبكم فسوف يكون لزاما